السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباً فيكم في فيديو جديد مادة الرياضيات للمستوى الرابع صفحة 31 من كتاب الجيد في الرياضيات إذن هنا تتم لدرس التقنية الاعتيادية للجمع والطر نبدأ من التمرين الأول أتماماً إذن أنجز ما يلي إذن هنا لدينا عمليات سننجزها هنا عمليات الجمع وهنا عمليات الطر دائماً عند وضع العمليات نضع الوحدات ثم العشرات مع العشرات المئات مع الإمئات والآلة مع الآلة ولا يجب إغفال الاحتفاظ إذن 7 زائد 1 تمانية زائد 8 ستة عشر نكتب 6 ونحتفظ بواحد 8 زائد 1 تسعة زائد صفر تسعة زائد الاحتفاظ عشر نكتب صفر أيضاً ونحتفظ بواحد صفر زائد تمانية تمانية زائد اثنان عشر زائد الاحتفاظ إحدى عشر نكتب واحد ونحتفظ بواحد 7 زائد اثنان تسعة والاحتفاظ عشر إذن نكتب صفر ونحتفظ بواحد 9 زائد الاحتفاظ عشر إذن الخارج هو مئة ألف ومئة وستة العملية الثانية 8 زائد واحد تسعة زائد خمس تسعة زائد خمسة أربعة عشر إذن نكتب أربعة ونحتفظ بواحد 8 زائد اثنان عشر زائد ستة ستة عشر زائد واحد سبعة عشر نكتب سبعة ونحتفظ بواحد 7 زائد تسعة ستة عشر زائد ثمانية أربعة وعشرون زائد واحد خمسة وعشرون نكتب خمسة ونحتفظ باثنان 6 زائد ثلاثة تسعة زائد اثنان احدى عشر زائد اثنان الاحتفاظ تلاتة عشر نكتب ثلاثة ونحتفظ بواحد 9 زائد واحد عشر والاحتفاظ احدى عشر إذن الخارج هو 3135407 العملية الثالثة 4 زائد 9 13 نكتب 3 ونحتفظ ب1 7 زائد 13 والاحتفاظ 11 نكتب أيضا 1 ونحتفظ ب1 4 زائد 9 13 والاحتفاظ 14 نكتب 4 ونحتفظ ب1 9 زائد 09 والاحتفاظ 10 نكتب صفر ونحتفظ بواحد 2 زائد صفر 2 والاحتفاظ 3 خمسة زائد صفر 5 الخارج هو 530 ألف و413 العملية التالي الرابعة 9 زائد 3 إثنى عشر نكتب 2 ونحتفظ بواحد 6 زائد صفر 6 والاحتفاظ 7 7 زائد 13 نكتب صفر ونحتفظ بواحد 1 زائد صفر 1 والاحتفاظ 2 8 زائد 5 13 الخارج هو 132 ألف و270 ننتقل الآن إلى عمليات الطرح أيضا دائما نضع الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات مئات تحت المئات والألاف تحت الألاف ولا نغفل الاحتفاظ 7 نائز 8 لا يمكن إذن 17 نائز 8 9 ننزل بواحد فتصبح عشرة 1 نائز 10 لا يمكن 11 نائز 10 1 نزل بواحد فتصبح 8 6 نائز 8 لا يمكن 16 نائز 8 8 ننزل بواحد فتصبح 4 5 نائز 4 1 1 الخارج هو الفرق هو 1819 إذن العملية الثانية 7 نائز 8 لا يمكن 17 نائز 8 9 ننزل بواحد فتصبح 6 10 نائز 6 4 ننزل بواحد فتصبح 7 10 نائز 7 3 ننزل بواحد فتصبح 10 13 نائز 10 3 ننزل بالاحتفاظ 1 نائز 1 0 الخارج هو 339 و4 العملية الثالثة 4 نائز 6 لا يمكن 14 نائز 6 8 ننزل بواحد فتصبح 6 7 نائز 6 1 5 نائز 9 لا يمكن 15 نائز 9 6 ننزل بواحد فتصبح 5 13 13 نائز 5 8 ننزل بواحد فتصبح 4 7 نائز 4 3 2 نائز 1 1 إذن الفرق هو 138 1618 العملية الرابعة 3 نائز 3 0 1 نائز 4 لا يمكن إذن 11 نائز 4 7 ننزل هنا بواحد فتصبح 8 5 نائز 8 لا يمكن 15 نائز 8 7 ننزل بواحد فتصبح 7 0 نائز 7 لا يمكن إذن 10 نائز 7 3 3 ننزل بواحد فتصبح 9 4 نائز 9 لا يمكن 14 نائز 9 5 ننزل بواحد 9 نائز 1 5 ننزل بواحد 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 9 9 9 10 1 1 1 3 1 1 2 3 5 1 6 7 إذن الخارج هو 755 ألف العملية الثانية أيضا نضع الأداف تحت الآلاف والوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات ثم ننجز العملية إذن نحسب صفة زائد خمسة خمسة 1 زائد تسعة عشر نكتب صف ونحتفظ بواحد 7 زائد اثنان تسعة والاحتفاظ عشر نكتب أيضا صف ونحتفظ بواحد 1 زائد واحد اثنان والاحتفاظ ثلاثة 4 زائد تسعة ثلاثة عشر ننطقل إلى العملية الثالثة أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وتمانية وتلاتون زائد سبعمائة وواحد نحسب أيضا ثمانية زائد واحد تسعة ثلاثة زائد صفر ثلاثة تسعة ثلاثة هنا تسعة زائد سبعة ستة عشر نكتب ستة ونحتفظ بواحد أربعة زائد واحد خمسة إثنان زائد لا شيء أو صفر إثنان الفاء الخارج هنا خمسة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وتلاتون إذا ننتقل إلى السؤال باء أضع وأنجز ما يلي هنا عمليات الفاء إذن هنا عمليات الجمع وهنا عمليات الطرح أيضا في الطرح نضع أعداد بكل رتبة تحت رتبة مناسبة لها ولا نغفل الاحتفاظ إذا نبدأ من العملية الأولى أربعة وستون ألف وثلاثمائة وعشرون نائز ثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمسة وأربعة صفر نائز خمسة لا يمكن إذن عشر نائز خمسة خمسة ننزل بواحد فتصبح خمسة إثنى عشر نائز خمسة سبعة ننزل بواحد فتصبح لدينا سبعة ثلاث نائز ثمانيا لا يمكن إذن ثلاثة عشر نائز سبعة ستة ننزل بواحد فتصبح تسعة أربعة عشر نائز تسعة خمسة ننزل بواحد فتصبح ثلاثة ست نائز ثلاثة الفاء هو 35 ألف وستمائة وخمسة وسبعة العملية الثانية سبعون ألف وستمائة وواحد وتلاتون نائس 38 ألف و 6 وأربع إذن نحسب 1 نائس 6 لا يمكن إذن 11 نائس 6 خمسة ننزل بواحد فتصبح خمسة 3 نائس 5 لا يمكن إذن 13 نائس 5 تمانية ننزل بواحد 6 نائس 1 خمسة 0 نائس 8 لا يمكن إذن 10 نائس 8 اثنان ننزل بواحد فتصبح أربعة 7 نائس أربعة 3 الفاء هو 32 ألف و 585 العملية الثالثة 421 ألف و 8 و 30 نائس 69 ألف و 849 و 849 إذن ننجز أيضا العملية 8 نائس 9 لا يمكن إذن 18 نائس 9 ننزل بواحد فتصبح خمسة 3 نائس 5 لا يمكن إذن 13 نائس 5 تمانية ننزل بواحد عفوا فتصبح تسعة 10 نائس 9 واحد ننزل بواحد فتصبح عشرة 11 نائس 10 أيضا واحد ننزل بالاحتفاظ فتصبح سبعة 12 نائس 7 خمسة ننزل هنا بالاحتفاظ 4 نائس 1 3 الفرق هو 351 ألف و 119 وتمانون ننتقل إلى التمرين الخامس أكتب الرقم المناسب مكانه النؤط إذن هنا لدينا عمليات وعلينا فراغات سمنا الفراغ بالعدد المناسب إذن بالنسبة للعملية الأولى هي عملية الجم لدينا 7 زائد 2 تسعة وهنا 7 أي 17 العدد الذي نضيفه على تسعة ليعطينا سبعة عشر هو العدد تمانية إذن 8 زائد 7 خمسة عشر زائد 2 سبعة عشر نكتب سبعة ونحتفظ بواحد هنا لدينا ثلاثة زائد أربعة سبعة والاحتفاظ تمانية وهنا لدينا ستة أي ستة عشر العدد الذي نضيفه على تمانية ليعطينا ستة عشر هو تمانية العدد التالي لدينا 5 زائد 3 تمانية والاحتفاظ 9 إذن 8 زائد الاحتفاظ 9 وهنا لدينا 5 أي 15 العدد الذي نضيفه على 9 ليعطينا 15 هو العدد 6 5 زائد 6 11 زائد 3 14 زائد 1 15 نكتب 5 ونحتفظ ب1 4 زائد 5 9 والاحتفاظ 10 وهنا لدينا 14 إذن نكتب 4 14 نكتب 4 ونحتفظ ب1 عدد نضيفه إلى 1 ليعطينا 3 هو 2 العملية الثانية 1 زائد عدد يعطينا 4 إذن نطرح 1 من 4 فنحصل على 3 نكتب 3 4 زائد 7 11 نكتب 1 ونحتفظ ب1 2 زائد 1 لإحتفاظ 3 كم نضيف عليها لنحصل على 6 نضيف 3 أيضا لأن 3 زائد 2 5 والاحتفاظ 6 5 زائد عدد يعطينا 11 إذن 6 5 زائد 6 11 نكتب 1 ونحتفظ ب1 3 زائد 1 4 كم نضيف لنحصل على 8 نضيف 4 أيضا إذن 4 زائد 3 7 والاحتفاظ 8 العملية الثالثة عدد نضيفه إلى 6 فنحصل على 15 إذن هو 9 9 زائد 6 15 نكتب 5 ونحتفظ ب1 7 زائد 1 8 كم نضيف على 8 لنحصل على 13 نضيف 5 إذن 7 زائد 5 12 والاحتفاظ 13 نكتب 3 ونحتفظ ب1 3 زائد 1 4 والاحتفاظ 5 3 زائد عدد تساوي 3 إذن 0 لأن 0 زائد 3 يعطينا 3 2 زائد 4 6 إذن هنا 5 وهنا 6 العمليات الأخرى هنا عمليات الطح إذن هنا عمليات الجم وهنا عمليات الطح عدد نطرح منه 7 فيعطينا 7 إذن 7 زائد 7 14 نكتب 4 4 نائس 7 لا يمكن إذن 14 نائس 7 7 ننزل ب1 هنا عدد نطرح 1 منه ويعطينا 0 هو 1 لأن 1 نائس 1 0 عدد نطرح منه 2 يعطينا 2 إذن نجمع 2 مع 2 تعطينا 4 لأن 4 نائس 2 2 عدد نطرح منه 6 فيعطينا 6 6 زائد 6 12 نكتب 2 إذن 12 نائس 6 6 ننزل ب1 فتصبح 4 عدد نطرح منه 4 فيعطينا 3 4 زائد 3 7 نكتب 7 العملية الثانية عدد نطرحه من 9 فيعطينا 9 إذن هو 0 لأن 9 نائس 0 9 عدد نطرحه من 3 فيعطينا 6 إذن ما يمكن إذن عدد نطرحه من 13 فيعطينا 6 إذن نطرح 6 من 13 فنحصل على 7 إذن 7 من 13 تعطينا 6 ننزل هنا بواحد عدد نطرحه من 8 فيعطينا 3 هو 5 ولكن هنا لدينا الاحتفاظ إذن سنكتب 4 أن 4 زائد 1 الاحتفاظ 5 5 من 8 3 عدد نطرحه من 5 فيعطينا 6 لا يوجد إذن عدد نطرحه من 15 فيعطينا 6 هو 9 أن 9 من 15 تساوي 6 ننزل بواحد الاحتفاظ عدد نطرحه من 6 فيعطينا 2 هو 4 ولكن نزيل منه الاحتفاظ فنحصل على 3 3 زائد 1 لاحتفاظ 4 6 نائس 4 2 العملية الأخرى 7 نائس 4 3 6 نائس عدد تعطينا 9 إذن 16 نائس عدد تعطينا 9 إذن 7 7 من 16 تعطينا 9 ننزل بواحد فتصبح 4 5 نائس 4 1 عدد نطرحه منه 6 فيعطينا 5 إذن 11 11 نطرحه منها 6 فتعطينا 5 ننزل بواحد الاحتفاظ إذن نائس الاحتفاظ 1 ثم ننتقل إلى التمرين السادس جو بوز إجو كالكي إذن هنا سنضع العمليات ثم ننجزها إذن العملية الأولى 20 1200 زائد 40 1300 إذن نجمع 0 0 5 0 6 إذن الخارج هو 60 500 500 العدد الثاني 40 300 نطرح منها 20 1200 إذن 0 0 3 نائس 2 1 0 نائس 0 0 4 نائس 2 0 ماذا نلاحظ إذا نلاحظ إن نلاحظ نلاحظ mensen 1 1 إذن عند الجمع عددان فإن خارجهما يختلف عن فرق العددين. إذن نلاحظ أن الخارج مختلف أو غير متساوي. التمرين السابع أيضا أضع وأنجز ما يلي. إذن هنا سنضع العمليات ثم ننجزها. في البداية نحسب العدد الذي بينه أوصين. أربعة آلاف وخمسون زائد ألفان ومئة نحسب صفر خمسة زائد صفر خمسة صفر زائد واحد واحد أربعة زائد اثنان ستة. نضيف العدد الثالث وهو ستة آلاف وخمسون. إذن نضيف ستة آلاف وخمسون. ثم نجمع صفر زائد صفر صفر خمسة زائد خمسة عشر نكتوب صفر ونحتفظ بواحد. واحد زائد صفر واحد واثنان واحتفظ اثنان. ستة زائد ستة اثنى عشر نكتوب اثنى عشر. العمليات الثانية أيضا نجمع العددين لدينا بينه أوصين. الفان ومئة زائد ستة آلاف وخمسون. دائما نضع الوحدات تحت الوحدات العشرات مع العشرات والمئات مع المئات والآلاف مع الآلاف. إذن لدينا هنا صفر خمسة واحد تمانية. ثم نضيف العدد الثالث وهو أربعة آلاف وخمسون. ونجمع صفر زائد صفر صفر. خمسة زائد خمسة عشر نكتوب صفر ونحتفظ بواحد. واحد زائد صفر واحد والاحتفاظ اثنان. تمانية زائد أربعة اثنى عشر. ماذا نلاحظ؟ إذن نكتوب هنا الخارج. إذن المجموع الأول هو ستة آلاف ومئة وخمسون. الثاني هو ستة آلاف وخمسون. والخارج اثنى عشر ألف ومئة. إذن هنا العدد الأول أربعة آلاف وخمسون. مجموع العددين هو تمانية آلاف ومئة وخمسون. الخارج هو اثنى عشر ألف ومئة. هنا أيضا نسينا كتابة الخارج. وهنا مئة. إذن ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن حصلنا على نفس الخارج. نلاحظ أن الخارج متساوي. لماذا؟ لأن في الجمع عند تغيير ترتيب الأعداد فإن الخارج لا يتغيى. هكذا نكون أنهينا تمارين الصبح 31 من كتاب الجيد في الرياضيات للمستوى الرابع.